مرحبا بكم في الصفحة تلقى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشرقة بحث سبول استغلال الذكاء الاصطناعي دارة الموارد والثروات وتحويلها إلى عوامل لنجاح وتنمية مستدامة باللسبة للصفحة السادسة وفق أحدث دراسة على الهجمات السيبرانية في تونس 80% من الشركات التونسية لا تعير اهتماما لأنظمة الحماية في الصفحة الرابعة نادت بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع نحكي على الأحزاب الموالية لتدعو لحكومة سياسية هذا تحديدا في الصفحة الرابعة من الصباح بالنسبة للصفحة السابعة مع انطلاق السنة الدراسية تجارة الموت تلاحق التلاميذ وتجنيد مروجي المخدرات بما يخص الأخبار العالمية تلقاها تحديدا في الصفحة العشرة حكيت على الكوارث الطبيعية اللي صارت حكيت على ليبيا تحديدا إن شاء الله ربي معاهم بالحق من كل قلوبنا قولوها بالنسبة للأخبار الرياضية انمروا من الصفحة الرابعة عشر حتى للصفحة السادسة عشر مصر تونس لثوحد النصور تقصو على الفراعنة في عقر دارهم هذا اللي قالته طبعا الصباح في عدد الصادر اليوم تقريبا في الأخبار الرياضية تفق على ذات العنوان انتصار كبير في القاهرة بثلاثية هذا زاد اللي قالته الشروق نوصلوا إذن مع الصباح النجم الساحلي 26 ألف تذكرة للقاء نهارة السبت أمام الجيش الملكي وبخص أخبار تراجي الرياضية الشعلالي في صحة جيدة وجلسة منتظرة مع عمر رياح أخبار نادي السفاقسي محب نادي السفاقسي راح بشهر للحارس بن حسين المره إلى الكرة الحديدية موني الباجي تتوج ببطولة العالم وكالمعتيد الافتتاحية اليوم نلقاها بقلم زمين نصفين رجب اللي بحب يحكي على العودة المدرسية اللي منزلوا تقريبا بعض الأيام تفصلنا عليها إن شاء الله عودة مدرسية أمنة لصغيراتنا يربي حكي على عودة مدرسية إسلاحة تعليم وإعادة بناء الدولة نورمال موراني كنا حكينا عليه قبل المدايدة كبيرة الموضوع هذا ولكن ما يسيلش طوحنا على مشارف عودة مدرسية عنا أكثر من زوزم لا ينتلميذ و156 ألف معلم وأكثر وأستاذ زيده قرابة 100 ألف إطار تربوي قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية المقررة نهارة الجمعة إن شاء الله يعني بعض غضوة إن شاء الله بشوفوا عودة مدرسية إن شاء الله صغيرتنا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله ربي مع الأمهات بالأخص زيده خطر نعرف أكا قومت الصباح وهذا الصغار ورجعوا زيده للأباء زيده إن شاء الله ربي معكم في المصروف زيده نمروا إلى الشروق في عددها الصدر اليوم اختارت إنها تبعد شوية على عنوين الصحفة الصادرة الأخرى اختارت إنها تحكي على من جديد يطفو على الساحة اختارت إنها تحكي على قضية التآمر على أمن الدولة في كل مرة نلقاها على صفيح ساخن اختارت اليوم إنها تحكي على الشاهد عكاشة لطفي زيتون ومعاذ الغنوش بطاقات جرب دولية في حق الأسماء اللي كنت تذكرتها لحضرتكم طوال أبحاث جارية ليقف جميع المتورطين وبالنسبة رجعت زيده كذلك على السجل لرجل أعمال محمد أفريق نقاها تحديدا في الصفحة الثالثة وبما يخص قضية التآمر على أمن الدولة بالنسبة للأسماء اللي اذكرتهم لكم تقاها أكثر تفاصيل في الصفحة السادسة من الشروق وبالنسبة للأخبار الجهوية ولكن بمخططات كبيرة هذا اللي استهدف السكة الحديدية لقطار تونس الكيف مخطط إجرامي لتخريب السكك وتهديد حياة الركاب هذا اللي اختارت إنها تحكي عليه في صفحتها الرابع عشر بالنسبة للصفحة الرابعة اختارت إنها تحكي على تحول إجراءات إلى وسيلة إلى الإفلات هل تنجح العين الحمراء في إرجاع الأموال المنهوبة هذا في الصفحة الرابعة وبما يخص سفيرنا بتونس اللي قال اتصالات مع دمشق بشيرجعوا الإرهابيين التونسيين الصفحة الثالثة تلقى أكثر تفاصيل وزادة راجعت بما يخص الأخبار العالمية في كل من الصفحة السابعة وفي الصفحة 18 و19 على المغرب وليبيا كذلك الأخبار الرياضية نوصلوها مع الشروق اللي حكيت على ذات الموضوع اللي هو تقريبا تصدر جل العالمين كما قلنا اليوم الحدث الأبرز رياضي بامتياز المنتخب انتصر في القاهرة بثولاثية النجم الساحلي الشتالي يساند و 26 ألف مشجع لمواجهة الجيش الملك النادي السفاقسي الكوكي في مأزق بما يخص مصير إنقاذ المنزه أي مصير لمشروع إنقاذ المنزه الدولة أنفقت عليه 100 مليار هذا اللي اختارت الشروق وتحط عنوينها الأبرز طبعا نمر معكم أخيرا إلى المغرب المغرب اختارت أنها تحكي على منظومة التربية والتعليم كما قلنا نهارين نفصلونا على العودة المدرسية إسلاح منظومة التربية والتعليم هي أبرز الحديث التوينس اليوم هي أبرز الحاجات اللي قاعدة دور في بين الناس الكل المعادلة تسعيب شوية من المعادلات الصعبة زدنا قام معادلة صعبة توجهها زدى هيئة الانتخابات اللي قاعدة تواصل في استعداداتها للانتخابات القادمة رغم النقد قاعدة تواصل في استعداداتها للانتخابات القادمة وتحديد شروط الترشع لعضوية الهيئة الفرعية وتجديد على إلاء عناية خاصة لملف الجرائم الانتخابية وكذلك تأجيل الإضراب في قطاع المحروقات إلى نهاية سبتمبر الجاري هذا نرجع له بأكثر تفاصيل طبعا في تصريح خاص لكابافام هذا نرجع له بعد شوية مع ضيف الحصة وزلزال المغرب وأعصار ليبيا هل تدفع منطقة ثمن التغيرات المناخية هذه أبرز عنوين صحفنا الوطنية نرجع إلى الشرق السياسي في الصفحة الخامسة هل تقود تصريحات السعيد إلى تعديل مرسوم الجمعيات إذا نرجع معكم إلى الشرق السياسي في الصفحة الخامسة دعا إلى مراقبة تمويلات الخارجية هل تقود تصريحات السعيد إلى تعديل مرسوم الجمعيات تؤشر تصريحات لخرانية لتلاقى رئيس الجمهورية قاس lawsuits خلال زيارته إلى مقر البنك المركزي على نية تعديل مرتقب في المرسوم المنظم للجمعيات في تونس لسيما أن الحكومة خدمت عليها قبل الملف هذا في ذل استمرار الجدل المتصاعد خاصة في علاقة بتمويل والنشاط تلقاها بقلم مشرف الرياحي كما قلنا في الصفحة الخامسة أدعوكم للمتابعة وفي الزيارة لأداها إلى مقر البنك المركز نهار الجمعة لفيت قال رئيس الجمهورية قيسي سعيد أن لجنة تحاليل المالية كان لازمها مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهة خارجية مضيفا أن بعض الجمعيات في ظهرها مجتمع مدني وفي بطنها وفي عمقها ووقحها امتداد لأحزاب حسب قوله وسبق أنه أثار رئيس الجمهورية الموضوع نفسه خلال اشراف وعلى اجتماع لمجلس المزارع عفوا كان هذا في موفى فيفري الماضي وانشدد على وجوب سن النص يمنع تمويل الجمعيات اللي يصفها بالممتدة من قواء خارجية وبحسب الاحصائيات اللي انشرها موقع إفادة تابع لمركز الإعلام والتكوين ودراسات والتوثيق حول الجمعيات نهار 8 سبتمبر 2023 يبلغ عدد الجمعيات في تونس 24872 جمعية من بينها 217 جمعية أجنبية كانت لجنة التحاليل المالية أشارت سابقا في تقرير لها متعلق بتقييم المخاطر سنة 2018 لأن المخاطر مرتفعة بخصوص إمكانية توظيف المنظمات غير الربحية الأغراض متصلة بتمويل الأرهاب فيما زاد ذكر عدد من التقارير أنه وقع حل نحو 50 جمعية بتهمة غسل الأموال ولا غسل الأموال في السنوات الفارتة تخضع الجمعيات في تنظيمها إلى المرسومة عدد 88 اللي اصدر سنة 2011 وبمقتضى الفصل 35 منه يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات وإلا زادة هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقة دبلوماسية أو عن منظمات ودفع عن مصالح وسياسات الدول هذه فيما يلزم الفصل هذا زادة فصل 41 الجمعيات بينشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر مصدرها وقيمتها بأحدى وسائل الأعلام كذلك المرسوم هذا نورما لم يكن قيد الجمعيات ولكن المرسوم قاد إلى تحرير مكونات المجتمع المدني من قيود الإدارية والأمنية في السنوات اللي فاتت وإن الممارسات خلف تعدد من الانتقادات اللي توجهت في جزء كبير منها إلى توظيف الجمعيات في تمويل الأحزاب يعني وتكون من مغاولة من قبل الأحزاب وللحملات الانتخابية ممكن رئيس الجمهورية اختار أنه في هذا الوقت تحديدا أنه يحكي على المرسوم هذا إلى تعديل مرسوم الجمعيات بحكم أحنا على مشارف انتخابات بلدي انتخابات محلية عفوا انتخابات محلية ونعرفوا اللي الانتخابات هذه قديش لاقية من انتقاد حول الأموال وحول كيفاش بش تكون الطريقة اللي بش يقوم بها الانتخاب وعلى أي أساس هذا الكل طبعا تلقاوه في الشروق السياسي في عددها الصادر اليوم بعض دقائق تلتحق بكم نروهين بكر باش تقول لكم الفيل الزين خليكم في الاستماع يلا حلومة معنا مريم فرس اشتركوا في القناة